وهل المتابعة وتفاصيل أكثر يندم إلينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان مصطفى إذن عن مظاهرات اليوم وأبرز التطورات نعم تظاهرات لا تزال مستمرة خلال الأيام الثماني ماضية واليوم دخلت يومها التاسع على التوالي في ظل طبعا استمرار تواجد المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد إضافة إلى تظاهرات مشابهة واعتصامات في محافظات وسط وجنوب العراق التي تستمر حتى هذه اللحظة بالرغم من طبعا الكثير من المحاولات على مستوى الحكومي وكذلك على مستوى البرلمان من أجل تهدية الشارع العراقي الكثير من المتظاهرون رأوا أن خطبة المرجعية التي خرجت بها يوم أمس جاءت في مصلحة المتظاهرين وعطتهم زخما آخرا وضغطا أكبر على الحكومة العراقية وعلى العملية السياسية ككل وهو ما نتج عنه بالتأكيد تصريح البرلمان العراقي وتصريح رئيس البرلمان العراقي بأن البرلمان سوف يقوم بجهد استثنائي من أجل الالتزام بما أوصت به المرجعية العراقية ونزولا عند طلبات المتظاهرين ومطالبهم من أجل تحقيقها بشكل أو بآخر كانت هناك أيضا تصريحات أخرى من قبل رئيس أكبر كتلة في البرلمان أو إحدى أكبر الكتل هادي العامري زعيم ائتلاف الفتح ذكر بأن نظام البرلماني نظام لا يمكن الاستمرار به بسبب طبعا أنه لم يفلح في تحقيق مطالب المتظاهرين هناك الكثير من التصريحات المشابهة لهذه من قبل العديد من المسؤولين العراقيين في داخل البرلمان العراقي وفي الحكومة العراقية وكذلك أيضا من أعضاء سابقين في الحكومة ونواب سابقون هناك أيضا إحدى الطورات يوم أمس كوثر وهي محاصرة منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في المنطقة الخضراء من قبل قوة تضاربت الأخبار حول هذا الموضوع البعض ذكر بأن القوة كانت ملثمة البعض الآخر ذكر بأن هذه القوة وجهت من القضاء العراقي بسبب وجود استدعاء من قبل هذه الجهة القضائية بسبب تهم فساد حول رئيس الوزراء السابق الكثير من الأمور تحدث على الشارع العراقي الأمور المؤكدة أن تظاهرات الغزاء المستمرة يوم أمس أيضا سقطت إحدى الشابات اللواتي كانوا يعملون في الفرق الطبية في منطقة قريبة من جسر الجمهورية بسبب أيضا إحدى قنابل الغاز المسير للدموع التي استقرت في رأسها مما أدت إلى طبعا وفاتها على الفور لا تزال حتى هذه اللحظة هناك اشتباكات مستمرة بين المتظاهرين وقوات الأمور العراقية هذه اشتباكات كلها تتمحور بالقرب من ساحة التحرير وجسر الجمهورية وجسر السنك الذين يؤديان إلى منطقة الخضراء نعم شكرا جزيلا لك مصطفى القطان مرسل غد كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر